ما لم تحدث أمور مفاجئة لن نرى إرسال قوات برية كبيرة إلى العراق قد نرى زيادة هنا أو هناك ولكن قد نرى زيادة في الدعم العسكري في القصف الجوي في التدريب في المعلومات الاستخبارية وأحد الأسباب وراء هذه الزيادة هو ما جرى ويجري في سوريا هناك اعتقاد بأن هناك ترابط بين المعركة في سوريا والمعركة في العراق إلى حد كبير على الأقل لدى نسبة كبيرة من أولا ثانيا هناك اعتقاد بأن الدور الروسي قد أيضا النجاحات التي حققها الروس على الأرض في دعمهم لقوات سوريا بدأ يضغط على الحكومة الأمريكية للقيام بدور مماثل